للوقوف على آخر تطورات المشهد في ظل استمرار التظاهرات المناهضة للنظام في إيران ينضم إلينا عبر سكايد من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي أستاذ محمد مرحبا بكم يعني خمسون يوما تقريبا تستمر التظاهرات المناهضة للنظام الملالي في إيران لكن إلى ما ترجع استمرار التظاهرات كل هذه الفترة المستمرة يعني خمسون يوما ليس بالفترة القليلة وكيف تفسر هذا الزخم المتزايد في التظاهرات في البداية أحيي حضرتك وسادة المشاهدين الأفاضل طبعا هذا الاستمرار له علاقة بالمطالب الشعبية واستياء الشعب من سوء إدارة البلاد ومنها سوء تعامل الشرطة مع المواطنين وليس فقط مع النساء طبعا النساء يواجهنا أشد التعامل من قبل الحرص الثوري ميليشيات البسيج وكذلك الشرطة ما تسمى بالأخلاق في إيران وأيضا هناك جزئية أخرى طبعا لا تعني الشعب لكنها تؤثر على استمرارية الاحتجاجات ألا وهو الصراع بين أجنحة النظام الإيراني مثلا علي لارجاني رئيس برلمان إيراني السابق احتج خلال تصريحات متناقضة مع تصريحات الحرص الثوري احتج على القمع المستخدم ضد المتظاهرين مطالبا بإبداء المرونة في التعامل مع الاحتجاجات بينما نرى أن الحرص الثوري وخامنئي يصران على القبضة الحديدية وكذلك هناك صراع آخر بين الأجهزة الأمنية وصراع قديم يتجدد بين وزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرص الثوري وحتى داخل الشرطة رأينا إقالات بسبب سوء إدارة الاحتجاجات ومنها في محافظة أو إقليم بلوشستان تم إقالة قياد كبير في الشرطة وهذا يظهر أن هناك مشاكل أو عدم وجود وحدة نظر بأن السلطات الأمنية لكيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات من هنا نرى أن النظام الإيراني حاول وبمساعدة تنظيمات إرهابية منها عملية مدينة شيراز التي ضخط دماء جديدة لصالح الحرص الثوري وتوجهه المتشدد لقمع هذه الاحتجاجات وبحجة أن الأمن القومي الإيراني بات مهددا بسبب هذه الاحتجاجات وداعش باته يسرح ويمرح في إيران هكذا يقولون ويزعمون طيب أستاذ محمد هناك ازدياد واضح في حدة الانتهاكات والاعتقالات من قبل النظام تجاه المتظاهرين لكن هناك تقارير تتحدث عن استخدام النظام للمجرمين ضد المتظاهرين بما يؤشر ذلك؟ هو هذا تأكيد استخدام المجرمين وكذلك استخدام الميليشيات من العراق عناصر الميليشيات من العراق أو لبنان يؤكد على هذا الانقسام في الأجهزة الأمنية وكذلك حتى الشرطة يعاني النظام من إيجاد وحدة نظر وإقناع عناصر هذه الأجهزة على القمع الدموي وكذلك أيضا صمعنا أصداء من ميرحسين موسوي والذي طالب الجيش الإيراني بالوقوف بوجه الحرس الثوري وهذا التصريح وهذه المطالبة هي الأول من نوعها على الإطلاق منذ ثورة 1979 مسؤول سابق وهو كان رئيس وزراء خلال فترة الحرب مع العراق يطالب الجيش بالوقوف بوجه الحرس الثوري وهذه المطالبة طبعا ليست من فراغ يعني هناك من داخل الجيش الإيراني يعارض توجهات الحرس الثوري نعم أستاذ محمد منذ أيام دعت نقابة العمال للإضراب ما أثر دخول نقابة العمال على خط التظاهرات مع وجود ربما يعني غياب إن صح التعبير تام للأحوازيين في المشاركة في هذه التظاهرات يعني بالنسبة للنقابات أكيد سيضيف زخم الاحتجاجات في إيران وشاهدنا أن النقابات أساسا هي سباقة في الاحتجاجات واحتجاجات النقابات العمالية نقابات المعلمين وغيرها من النقابات في إيران هي مستمرة ولم تنغطع أساسا وعالآن هذه المطالبة تساعد على استمرارية هذه الاحتجاجات أما بالنسبة للأحواز يعني يبدو هناك توجه مختلف وسبب ذلك يعود إلى تجاهل المحافظات الفارسية حينما احتج الأحوازيون ضد القمع الإيراني ضد المطالب يعني البسيطة للأحوازيين منها المياه منها الغلاء وللأسف الشديد حينها المحافظات الفارسية وباقي المحافظات لم تتحق باحتجاجات في الأحواز ويمكن أن نقول بأن هذا الموضوع هو أحد أهم أسباب عدم رغبة الشعب العربي الأحوازي بالتوجه إلى الشوارع في هذه الفترة طيب أستاذ محمد يعني أحال النظام ما يقرب من الألف متظاهر لمحاكمات عسكرية هم مدنيون لماذا يحالون إلى محاكم عسكرية ما سبب في ذلك وما أهداف ذلك يعني حتى اللحظة وحسب إحصائيات غير رسمية تؤكد أن أكثر من عشرين ألف تم اعتقالهم في إيران وهذا العدد كبير جدا ولو إن كان في إيران والقمعية التي يمارسها النظام الإيراني وبالنسبة للمحاكم العسكرية المحاكم العسكرية وما تسميها إيران محكمة الثورة الإسلامية في إيران هذه المحاكم لديها سلطات وخيارات مفتوحة لإصدار أحكام الإعدام وفي أقصر زمن ممكن المحاكم المدنية عادة إصدار حكم الإعدام يطول أكثر من سنة وبعض الأحيان سنتين لكن النظام الإيراني الآن بحاجة لإصدار أحكام سريعة وتنفيذها بشكل سريع حتى يسيطر على هذه الاحتجاجات وهذا هو السبب استخدام المحاكم العسكرية أو ما تسمى بمحاكم الثورة الإسلامية في إيران عبر اسكالي من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المضحجي شكرا جزيلا لكم